اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية بدأ مجلس النواب الليبي الخطوات الفعلية لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة عبد الحميد دبيبة التي فشلت في الاعداد للانتخابات مصادر برلمانية اشارت الى تقدم المرشحين الرئاسيين فتح بشاغة ومروان عميش بملفي ترشحهما لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستحلو محل حكومة دبيبة اجراءات برلمانية قبلت بتصريحات اخرها من المتحدث باسم رئاسة الوزراء الذي اكد ان حكومة دبيبة مستمرة ولن تسلم السلطة الا الى حكومة متخبة من الشعب الليبي خطوة تقابلها خطوة مقابلة بين المؤسسات الليبية في ظل حالة من الانسداد السياسي والبطالب الشعبية بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مما ينذر بضياع الاستحقاق بالكامل حسب المتابعين بشأن الليبي في وقت يصر فيه مجلس النواب الليبي على تشكيل حكومة جديدة بعد فشل حكومة تصريف الاعمال بقيادة عبد الحميد للبيبة باجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي يرفض ما يسمى بالمجلس الاعلى للدولة هذا المسعى مصادر برلمانية اشارت الى توالي تقديم ملفات الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة كما كشفت ان المرشحين الرئاسيين فتح باشاغا ومروان عميش من بين المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة حيث من المقرر ان يستمع مجلس النواب للمرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل على ان يختار رئيسا للحكومة في جلسة الثلاثاء وبحسب محللين فان تحركات البرلمان لتغيير الحكومة قد تعمق الانقسام الليبي في ظل الخلاف المتواصل بين مجلسين النواب والدولة بينما يرفض المجتمع الدولي تغيير الحكومة في المقابل جدد البرلمان رفضه للتدخل الخارجي مؤكدا الاستمرار في دعم العملية الانتخابية واجراءها كونها الحل الامثل للازمة الليبية على جانب اخر تتمسك حكومة تصريف الاعمال برئاسة عبد الحميد للبيبة بالسلطة حيث اعلنت انها مستمرة في عملها حتى تسليم المهام لسلطة منتخبة من الشعب في وقت توقعت فيه تقارير ان يتجه الدبيبة للاستقواء بالميليشيات التي دفع لها اموال طائلة من اجل البقاء في السلطة متابعون للشان الليبي قالوا ان جهود تشكيل الحكومة قد تواجه مطبات كثيرة من الصعب تجاوزها ابرزها رفض الدبيبة تسليم السلطة ما قد يؤدي الى تشكيل حكومتين وهو ما سيربك المشهد ويعطل مساعي الوصول للحل السياسي المنشود ينضم إلينا ضيفانا من بن غازي جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية لتنمية سياسية من طرابلس الدكتور محمود الرملي الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية أهلا بكم معنا في حصة مغاربية دكتور محمود الرملي بعد اعتراض مجلس الدولة ورفض حكومة دبيبة تسليم ما مصير هذه الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب لتغيير الحكومة مرحبا بكم وبضيفك الكريم وبالجميع من مستمعين ومشاهدين بداية ما يجب القول به في أن المشهد الليبي لا يزال ضببي المشهد ومستمر إلى عين ومع هذا وذاك نجزم بأن من المهم إدراك بأن هذه الضببية التي هي خيمت على ربوع الدولة الليبية كاملة يجب أن ترجع الأمور إلى نصابها نحن نتكلم على أنه ضرورة التغيير وأن التغيير يجب أن يبدأ بكافة الأجسام لا مناصة من برلمان يتغير ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحكومة وقالت واحدة لمجال للقول بأن من عم من حق البرلمان أن يغير حكومته هذا من زاوية لكن أيضا في المقابل هناك نوع من الشرخ ما بين البرلمان وما بين الواقع فهناك اعتراضات جد كبيرة خاصة وأن البرلمان قد بضت عليه سنون طويلة من عمره الزمني المفترض أن يكون ثمانية عشر شهرا ومدد وجدد لنفسه دون سند قانوني من زاوية وأيضا أخفق في أن يكون هناك توافق أو اتلاف ما بينه وما بين الجسم الثاني حسب الاتفاق السياسي سواء الصقرات أو اتفاق الغنيف ألا وهو المجلس الدولة وأيضا حاول لا يستفرد بالقرار إلى الآن نعم صدرت إجراءات لكن إلى الآن لم يرشح شيء هناك محاولات لإمكانية إعادة تعديل أو تغيير هذه الحكومة ونجزم بأن المشكلة هل الإشكال في الدولة الليبية يقمن في تغيير الحكومة أم الإشكال يقمن في تغيير الأجسام جميعا والتوجه إلى مسار دستوري لتغيير الجميع والعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية والإنقاص ما يتعلق بالتدخلات الأجنبية والصيرورة إلى لتغيير الأجسام الحالية يجب أن تجرى انتخابات والانتخابات يقول مجلس النواب فشلت بسبب عدم تهيئة هذه الحكومة الأجواء للقيام بها أسأل هنا سيد جمال الفلاح لماذا هناك تمسك من قبل بعض الأطراف بهذه الحكومة بالرغم من كل ما يحيط بها أو يحوم حولها من شبهات وفضائح بخصوص تزوير وفساد وأوجه انفاق كبير أنا هيك عن اتهامها بإفشال العملية الانتخابية ما رأيك يعني لماذا هناك أطراف تتمسك بها رغم كل ذلك نعم مسأك طيب سيد نبيل تحية طيب عليكم كل من تتابعين قناة الخاد وكذلك لي ضيفك الكريم هي مسأة الحكومة أو تمسك بهذه الحكومة هو يعتبر نوع من العبث وكذلك نوع من تأزيم الموقف الكل يعلم بأن هذه الحكومة هي فعلا فشلت في تحقيق أو تهيئة الظروف للعملية الانتخابية وتحقيق الانتخابات في موعدة كذلك كذلك الفساد وشبهات الفساد التي تطال هذه الحكومة من إهدار للمال عام كذلك لا ننسى بأن رئيس الحكومة نفسه هو يعني اشترى كثير من الذمم سواء كان في ملتقى الحوار السياسي أو كذلك من مجموعات من المجلس النواب المحسوبين على أطرابلس وكذلك مجموعة من المجلس الأعلى للدولة بالتأكيد يعني هذه الأطراف سوف تتمسك ببقاء هذه الحكومة لمدة أطول نحن نعلم بأن هذه الحكومة هي حكومة يعني جاءت لفترة زمنية معينة ومحددة ومرسومة بمهام ولكن هذه الحكومة فشلت وأفشلت العملية الانتخابية وكذلك هي أصبحت تعمق لانقسام لكن دعني أرد عليك من الزاوية المقابلة سيد جمال إن كنا نتكلم عن الفساد الفساد يطال كل الأجسام الموجودة حاليا بما فيها مجلس النواب الذي يتحدث عن فساد الحكومة يعني إن كانت الغاية هي الانتخابات نعم أما كان من الأفضل اللي يبقى على هذه الحكومة لإجراء الانتخابات بعد ستة أشهر أو أربعة أشهر من الآن بدلا من الحديث عن عملية سياسية انتقالية قد تصل إلى عامين من الآن نعم سيد نبيل ليست الحجة بأن هذه الحكومة هي حكومة فساد ولكن كل الأجسام زي ما ذكرت حضرتك بأنها مشبعة بالفساد لذلك من الغير منطق بصراحة أن نحكم بأن تغيير الحكومة هو جاء نتيجة الفساد لأن حتى المجلسين هم يعتبروا شركاء في هذا الفساد وكذلك شركاء في إفساد العملية الانتخابية المسألة هي لا تتطلب تغيير حكومة الوحدة الوطنية أو كما يسمونها حكومة تصريف الأعمال ولكن هو يجب التغيير أن يكون في السلطة التشريعية لنعلم بأن الظروف التي تمر فيها الإيبيا هو سبب انقسام السلطة التشريعية ما بين مجلسين المجلس الأعلى الدولة وكذلك مجلس النواب وهذين المجلسين للأسف سيد نبيل هم أخفقا في التحقيق بصراحة نوع من الاستقرار وكذلك أخفقا حتى في الوصول إلى قاعدة دستورية كانت هناك العديد من الجلسات بين المجلسين للوصول إلى قاعدة دستورية وكذلك لوصول إلى قوانين توفقية بحيث نذهب إلى انتخابات في موعدة ولكن للأسف تعنت المجلسين وكذلك الرغبة منهم في البقاء في المشهد أطول هم نفسهم كانوا سبب في تعرقي لهذه مصارى العمليات التخابية سيد نبيل طيب الآن نحن على عتبة تشكيل حكومة جديدة سيد محمود الرملي هناك مرشحون بالفعل بدأوا يقدمون ملفات ترشحهم إلى مجلس النواب لرئاسة الحكومة الجديدة من أبرز الأسماء التي تطرح فتح بشاغة وزير الداخلية في الحكومة السابقة برأيك ما حظوظ هذا الرجل وهل سيتفوق على دبيبة في الأداء الحكومي برأيك دعني أقول أنه بداية محظوظ إمكانية إجازة هذه الحكومة من زاوية وهل ستحظى بإمكانية أن يجتمع عليها 120 من زاوية ومن زاوية ثانية ما مدى حجم الاعتراضات المحلية والدولية وما هي الإشكاليات الأخرى التي تواجهها سواء كان من ناحية الإجازة مرورا بمراحية التنفيذ وانتهاء وليس نهاية فيما يتعلق بألية التسليم والاستلام حتى لا يتم خلق جسم الهاغ أو كأنه جزء من حكومة أخرى أو لعلها حكومة موازية وهذا ما مرت به الدولة الليبية خلال سنون العجاب إذا ما تشكلت حكومتان من ستكون الموازية برأيك؟ إذا ما شكلت أعتقد بأن من الممكن جدا إذا ما شكلت في أن يكون هناك تسليم واستلام قانونيا من ناحية قانونية دكتور أي الحكومة التي سوف تكون موازية؟ حكومة بيبة التي ترفض أم الحكومة الجديدة التي سوف يرأسها المرشح؟ النزاع ليس قانونيات مع أنني نجزم بأنه إذا كانت الجلسة صريحة وواضحة بـ 120 فمن حق البرلماني أن يقوم بتغيير حكومته قولة واحدة لا مجلل لغير ذلك ولكن هل نحن أمام تغيير من أجل التغيير أو تغيير من أجل أن يكون هناك استقرار؟ طيب أنت تتحدث دكتور تتحدث عن العديد من الإشكاليات من ضمنها التسليم والاستلام وحركية الحكومة الجديدة في كل ربوع ليبيا حركية أين ستبشر عملها؟ وهل سيتم التسليم والاستلام؟ وهل ستكون بطرابلس أم بسيرت أم في المنطقة الشرقية؟ وهل ستكون هناك خصومات في عملية التسليم والاستلام؟ وهل سيصل أيضا ربما إلى احتكاك عسكري أو أمني؟ كل ذلك أمر موجود ولكن أيضا في المقابل هناك اعتراضات دولية وإشكاليات محلية وتدبدبات في الرؤى وأيضا إشكاليات في أن العدد إلى الآن من البرلمانيين لا أعتقد بأن الأمور قد وصلت مع نجزهم بأنه الليبيون يحتاجون إلى تغيير كافة الأجزاء فهي ما بين النطيحة والمتردية وما أكل السابق إلا ما دكيتم نتكلم على الأجزاء إذا ما حاولنا قراءة المستقبل ودولة تسعى إلى أن يكون هناك استقرار من خلال مجتوعة دستوري جديد سيد جمال الفلاح إذا ما نحن نتحدث عن فتح بشاغة اسم التداول وهو الكثير من الليبيين بل أن هناك من يقول بأن عدد من النواب سوف يرشحونه بالفعل ننتظر جلسة الأثنين المقبلة التي سوف يستمع فيها إلى المرشحين إذا ما ترأس بشاغة بالفعل الحكومة الجديدة هل سوف يكون بمقدوره لخصوصية بشاغة أخذ مكان تبيبة والذهاب إلى مقر الحكومة في طرابلس باختصار له سمع نعم سيد نبيل من الصعب جدا لأن حتى سيد عبد الحبيد بيبل الآن أصبح لدي تحشيدات عسكرية في طرابلس بحيث أنه لن يتم تسليم السلطة بشكل مطلوب أو بشكل سلسل لذلك هناك من يراهن على سيد فاتح باشعاغة بأنه فعلا سوف يدخل طرابلس ومعه قوة تحيط به سواء كانوا من أنصار أو من مؤيدين داخل المنطقة الغربية أو ملادية مصراتها بالتحديد ولكن هو ضرب من الخيال لأنه نعلم بكل طرف لديه قوة عسكرية بحيث أنه سيكون هناك صدامة بين هذين القوتين لذلك ضرب الخيال المراهنة على سيد فاتح باشعاغة بأنه فعلا سوف يدخل طرابلس وصيف أنه تكون مكان حكومة مدينة طرابلس هناك من يتحدث بأن مكان حكومة القادمة سيكون مدينة السلطة بالملأة عن مدينة طرابلس من خلال هذه الإشارة بأنه فعلا يتم تسليم السلطة بسهولة لسيد فاتح باشعاغة كذلك سيد عبد الحميد بيبة نحن رأينا لأيام الماضية بأن هناك تحشيدات عسكرية وكذلك هناك نقل الأسلحة الثقيلة ومعادثات ثقيلة إلى مدينة طرابلس وهذا يعطينا إشارات بأن حكومة سيد عبد الحميد بيبة لا تسلم السلطة بسهولة لذلك سيكون هناك سيناريو محتمل الذي هو السيدان داخل مدينة طرابلس كل السيناريات محتملة إلا السيناريو وتسليم السلطة التنفيذية بشكل سالس بكل تأكيد أرجو أن لا يحصل ذلك شكرا جزيلا لكم من بنغازي جمال الفلاح رئيس منظمة الليبية للتنمية السياسية من طرابلس دكتور محمود الرملي الباحث العلوم السياسية والاستراتيجية شكرا لكم